السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة دي دوصامدي ان شاء الله سوف نتحصل على هذا الموضوع لمهم مهم بزف حقيقة هي حلقة حصرية على القناة ديالي اني انا كنخدمها الطريقة بزف ولكن ما جاتش المناسبة اني غادي نخدمها معاكم الا وهي الرضاعة الحبيثة اول ما غادي نحضر عليها كل شي كيجي في الادهان ديالو يعني غادي نشد الام وغادي نحبسها مع الصغار ديالي نصافة هي دية لعن الرضاعة الحبيثة لا هدي ما شية الرضاعة الحبيثة الرضاعة الحبيثة هي الطريقة كيفاش غادي نتعاملوا مع هذا الرضاعة الحبيثة اي قبل ما ما نحضر عناه على طريقة ولا اي حاجة غادي نقسم هذا الموضوع لهذا الرضاعة الحبيثة غادي نقسمها للفقرات وهي الطريقة اولا والايجابيات والسيلبيات هي هدا الرضاعة الحبيثة نحضره اولا على السيلبيات اول حاجة الرضاعة الحبيثة هي عكس الرضاعة الطبيعية الرضاعة الحبيثة يعني السيلبيات قابلنا نقسمها للسيلبيات هي غادي نشدوا حناها هذا الأنثى هي ها هي والدة وغادي نشدوا الباب ونجعلهم مفتوح الواحد المدة معينة في الليل مثلا ونغلقوا لمدة معينة هذا الشيء العادي لأي واحد يقدر يغلط فيه هذا الشيء كنظر لكم من أخطأ سيشد الباب ويغلقوا الواحد المدام معينة ولكن لماذا يتوسك تتخدموا العقل والدكاء يعني واش حنا عرفنا هاد الأنثى واش يعني أردعت أولادها أو الصغار ديالها في الليل ما عارفين شفوقها اردعتهم يعني اسمو غادي نوليو كأننا كنغصبوها ما غادي نوليو نغصبوها اسمو هي غادي الدير غادي ندخلو عند الصغار ديالها غادي الدخول عندهم و هي ما بغياش تردعهم اسمو غادي وقع غادي وقع هناك رفس غادي تشدهم و هي و تقاتر فسهم اسمو غادي وقع هما بغيين يردعوا منها هي كتهرب و البيت الويلة اذا صغير غادي تقاتر فس فيهم غادي تكون اما خلفه ولا جوج غادي 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 ردعوا منها ماشي مشكلة لكن هي ما فيهاش الحليب لانا فيتمر الدعا غادي تقاتر فسهم غادي وقع هناك موت للصغار اما واحد او جوج غادي تشوف هذا الرضاع تقول بيلي هاد السيد هاد هاد الفيديو هادا غشني لانا قال الرضاع الحبيسة الرضاع الحبيسة ماشي هي هادي انا غادي نمركم دفا الايجابيات و كيفاش طريقة ديال السخدام ديال الرضاع الحبيسة اول حاجة اه بالليل يعني نسدو نسدو على الاطفار على الصغار عفونا من نسدو على الصغار ديالها اسمو غادي وقع هي ما ما دخلكش ردعتم هذه بالعقل يعني خدموا الدكاء ديالكم مني ما دخلكش ردعتم اسمو غادي وقع غادي ننود في الصباح انايا غادي نشوفها وغادي ندلها بعدها او حاجة وهي حصة او حصتين وذلك كتعويد غادي نعودها غادي نجي انايا ونفتح بيت الولادة باش هي تدخل ولكن انا متحكم فيها وعارفها انها ما ردعتهمش هادا وده ما مربط الفراسطش كلش كيه ضعنا هذه النقطة هادي انها مخصش تكون ردعتهم وغادي نشوف إلهي يعني هادا الانثة هادي كتردع جوج مرات غادي بالي غادي نقع غادي معها على جوج مرات ولكن غادي نضبط الساعة ديالي على واحد الوقيته انني غادي نقع مثلا ردعها يعني قوله في الصباح مثلا مع وقيت الظاهير غادي نجي ونفتح ما غادي نفتح؟ ما شو نفتح منها نصنها هلا يعني غادي نفتح ونصد عليها هادي يردع على الحبيثة ولكن هادي الطريقة يعني هي دخلت عن الصغار ديالها حبست عليها يعني درت واحد حاجيز انها صافي ما تخرش حال من سبعة دقائق ثلث ثمانية دقائق صافي راها كافي انها غادي تكون ردعت بني تكون ردعت صافي هي خرجت ونعاود عتانين نصد ماشي نخليها نفتحها ومشي انا نضرب دويرة وهي راها دخلت ردعت لا خصني انا اللي نضبط فوقش هي تردع وفوقش ما تردعش هدا هو كل شي قائم على هاد النقطة هادي وعلاش كن صدوق فاللي هاد نردها الحبيثة كلها عبارة عن فتح وصد فتح وصد ولكن انتها ولكن تتحكم فوقش غادي تصد عليها وما تردعش هي ما تردعش ماشي نخلي البيت مفتوح ونشدها نقنف عبيدي نجري عليها تدخل ونصد عليها انا ما عرفتهاش بلا ردعت فيتام ردع الى ما عرفتهش فلا فيتام ردع غادي تدخلت فقطر في الصغار دياله تمكي حدث الموت لا قدر الله قدية ديال علاش انايا ما كنديرش القدية فالليل مثلا يعني نجي نقول انايا فالليل نحل عليها شحم وعد غادي قول انايا او نحل عليها فالليل هي تردع يعني خطأ كبير هذا علاش لان فالليل نكون انايا حاضي ولا ما حاضيش تقدر واحد لا 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 الاخر واحد الصغير من الصغير ذيلها يبقى لاسق فيها ونا ما نشوفوش و سيخرج و سيبقى راكب فيها و سيخرج و سيطح في الكاج سيكرم غيب البرد لأنه يكون هو مع أخوته يلصق معهم و يبقى شي فوق شي يسخن شي باش يقدر يسخنوا سبحان الله أعطيهم هذه الملكة أنهم يتحاموا بعضياتهم كي يدخل في شي باش يكونوا نوع من الحرارة و ثم يقدروا يعيشوا إذا تبقى راكب فيها و خرج يقدر منشوفوش يعني حاولوا تخدموها الطريقة بنهار يعني بنهار بحضرتك يكون الليل و بنادم يكون باقي مشي نعاس و أنت قدي تزرب سبعة دقائق ثمانية دقائق تقدر تخرج في واحد مثلا لون ديالوك حال بحال هادوك و حال ما كيبانوش في الليل هانتون هانتون اللون ديالهم تبارك الله أسود تقدر واحد يخرج و أنت ما تشوفوش أنت خدمت طريقة بنهار تاين خرج تشوفوه تردوه سوف هاي القضية مزيانة إذا طريقة ديال الريضعة الحبيثة اسموه هي الأساس دياله وهو الدكاء فوقاش نخدم تسنيغين فهم اسموه هي العلاقاريادية يعني قسمين فوقاش نفتح فوقاش نصد فوقاش نفتح فوقاش نصد هذي إلي فهمتها هذي نقول أنا باللي أنا كنتحكم ولا أبغات انتون انتون خاضراء أنها ترداجوا الخطرات هذي يديروها من اليوم الثالث عقلو على الريضعة الحبيثة من اليوم الثالث هاي أولدت من اليوم الثالث إذا بغيتوا الريضعة للكم تكون انتون ما كتتحكموا فيها الريضعة الحبيثة خدموها من اليوم الثالث يعني اليوم الثالث الأول والثالث كتكون هي باقة مضح شراء مع الولادة باقي فيها الدم باقي فيها بما كتغسل الناس ولكن اليوم الثالث تكون هناك مضح شراء وانتون ما في اليوم الثالث بدأوا تقوموا بالإجراءات دياركم يعني يخصوا يكون عندكم واحد حاجز وحدا با أنتون ما أنا عندي عندي وحدا شبيك راني حرابطوط الفوق غيكا مطلقو كيتصدق بيت الولادة وانتون ما وخاتكم عندكم خشباء ولا غي تصدو هذيك البيت الولادة إنها لما تدخلش عند الولادة وصافي وطبقو يعني القادية اللي كركم أناية أنكم انتم تتولي تحكموا هي متر الدعش مشي تجريوا عليها تدخلوها عند الكاج عند ولادها وتقولوا بالله عادي هي الرضاع الحبيثة نسي تحبس عليها هذه طريقة خاطئة رغالي تدخل واحدا تموت أنا يعني كان نقولكم هذه القادية باش مشي تفرجوا في فيديو وتخدموه بوحد طريقة خاطئة سوف أحقار رضاع الحبيثة أنا غدين نشد النتوان ندخلها عند صغار دياله ونحمس عليها ثم يا نأليها هذا وهي الرضاع الحبيثة لا الرضاع الحبيثة هي التحكم كيف هاش غدي نتحكم هنا يا في هاد الأنثة أنا قل أن تحكم فيها في الرضاع دياله وخيتكم بغا تردع لا ما تردعش آنا إنفرض عليها واحد الوقت واداك الوقت غديما يلو أنا غالوف نفتح الباب هي تكوني معودة على ذلك الوقت اللي رضعت فيه أول مرة لأن إلا عودتها قدت وينتغيت فتح الباب ويتجي داخلها عندهم لأن صافي تعودت بلي الدرع ديالها صافي رأى عمر بالحليل كتبالي كتستنك نتايا إلا مشيتها ما يجيتيش مع ذلك الوقت كتبقى تبغي هي الدخول عندهم لأن صافي أنت خوتي لها الدرع ديالها ومدة اللي جمعت فيها الحليب عودتاني رأى جات كتباليك صافي وافسح عليها لمدة طول الأيام إنها ماش غتتتردع كتبالي أنت هيا كتتتحكم ومني كتتتحكم كون على يقين أنها هي ما غتقش تدخل وتخرج أول حاجة يوقع ملابس وغتتردع هيا ولدها كلهم كلهم يدخلون منها كما تدخلت شوية وكانت حاليا وقلتها بارتتردع فكانت رداع طبيعية وجاغيشي واحدة قلقها مثلا قلقركة كالكاز والله كتخرج كاتتخرج ما هي وقع بككون مثلا خمسة ردعهم زيان وجوج ما ردعوش نراه ذلك النهار قتال أقل هيا كتدخل عندهم غيف واحد المدة يعني هذا الرضاعة الحبيثة بزيانة هي طريقة للإستخدام هي اللي خاص الإنسان يدير بها إذن هذه الفلقة المهمة بزاف فهموها عودوا الفيديو مرارا وتكرارا ما فهمتوش أنا رمي حاوب نفهم عودوا الفيديو باش تفهموه مزيان ورها غدتنفعكم بزاف هذا الرضاعة الحبيثة أنا غدتنفعكم لأنه غدتنفعكم كل شي يرضع وكل شي يشبع مني غد يوصلوا وكل فيطام غدتحصلوا على وحل الوزن ما شاء الله إذن إلعجبكم فيديو شاركوا معنا الناس اللي ما زالوا مشاركوش معنا مواضيع قيمة إن شاء الله من القدام كما راح توراني درت واحد الكاميرا جديدة درجة جودة عالية باش نتشوفوا الفيديو مزيان شاركوا معنا الناس اللي ما زالوا مشاركوش معنا يشاركوا معنا تكيووا على زر الجرس كي يصريكوا الجديد ديلي إن شاء الله وما تنسوناش بالدعم تكيووا على زر الجيم باش القناة تزيد قدام وقدام إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله شكرا 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 شكرا